جعلنا الله وإياكم جميعا من الصالحين والمصلحين ومن الصادقين الذين لا يريدون معلوة مثل أرض ولا فسادا يعافينا معافيكم إن شاء الله من أمراض القلوب والأبدان ومن حوض النفس ومن الأنانية ومن النفاق ومن التملق ومن اشترار الرداءة نضايحوا بيننا وبينكم إن شاء الله مع الدناء وانحطاط الضمير والأنانية والكذب والتزوير يحول بيننا وبينكم إن شاء الله مع الكذب والتزوير والأنانية والحربائية يصلح بيننا وبينكم ويجعلنا وإياكم من من يستعمله الله في إصلاح هذا البلد بشكل مباشر أو بغير مباشر هذا البلد الضائع المنكب البرزخي المنسي هذه البلاد المنكوبة هذا الشعب المسلم والمسالم والمظلوم والمنكوب المحتقر والمدس الله إن شاء الله يجعلنا وإياكم من من يستعمله وربه العزتي في إصلاح شأن هذا البلد المسيكين يبقى هنا نعرّج على المسلم والله انتين خرقوا هذا السبوع وهم وقعوا ياسرات قد عدوا اللامة كارات والله لا واحدة شوف طرق سابق هذا البلد بشوي عن المتهمين والله المشتبه بهم زاد ما زالوا مرحلة مشتبه بهم في قضية المرحوم المرحوم الصوفي والشين عنهم ربما يعد لها يتهم وثلاثا منهم بالقاتل والله ربعة وثلاثا أخرى بالتستر عنها حدود ستة منهم والله سبعة لها يتهموا وهذا بعد بداية مبشرة تتعود وإن كان نعرف عن مسترة طويلة ما زالت نلقيت ونذكر الناس المهتمة بالشين العام وبذي الرواية الخلقة الفاجعة لخلقة في مفوضية دار النعيم وحدهم مفوضية دار النعيم عنهم ياسر واخران كتل وعذب وربما والشين هذا يرحموا ربما لا هو حلقة خرم غير يتعود لها كل واحد يجيب دلوه زاد هو يتعود لها هي أرحم بيه ملانة للبلد والله يساعد في تقدم الأمور لها وعزوف السلطات القائمة والنظام القائم والمهتمين وصناع القرار بعدم التستر لأنه وصلت عليه لألاف المؤلفة التي تصلي على أحدهم في تاريخ موريتاني لا من الرؤساء ولا من الأطر ولا من الفنانين ولا من الأم ولا من الفقهاء ذا اللي صلت عليه نهاره في المسجد رحمه الله ورضي عنه ما صلت للناس اللي كانت تونطي سبوع وسبوعين هي اندعال صلاتها ويمشاوا الهلوتات والبسات في جراف دين الناس جاءت الناس بشكل عفوي ما انذعت التلفز ولا فرجو وصلت عليه لألاف المؤلفة وذا كان بعد من الناس اللي نعتبره عنه عنه إشارة عنه إشارة ومؤشر يا الله ينقرأ ودعايد من الناس اللي دونت عليها عن السلطات يا اللهتها تحذو حذو العقلي وتقرأها كما ينبغي تقرأ ذيك الرسالة من الأغلبية الصامتة عن الله لها لها من الرسالة الأغلبية الصامتة عن الله لها ذيك ناس جاءت للصوح والشهين رحمه الله وجاءت جناست وصلت عليها عنه الليش من المسلمين وشمنه الموريتاني وشفنا فيها الغني والفقير والأبيض والأسود والأدخن وشفنا فيها العاطل يعني العمل والمشغول جدا وشفنا فيها الرجال الأعمال الكبار والمتوسطين والصغار وشفنا فيها الطلاب وشفنا فيها أنواع الموريتانيين أعتقد أنها تجسيت حقيقي للإنقال والأغلبية الصامتة الموريتانية التي لا تود علوما في الأرض إلى فسادا لكنها بدأت وستواصل بالقول كفاء كفاء من الظلم كفاء من احتقار أرواح البشر كفاء من احتقار أموال الناس بعد أن احتقلت أموالهم وثرواتهم وبعد أن سلبت آراؤهم واستخف بحرياتهم بعد أن ظلموا وظلم آباؤهم وأمهاتهم وجيرانهم وبعد أن نخلق أنواع تفنن أحكام كثيرة ولا أتكلم عن الحكم بعد الحالي فقط الأنظمة الكثيرة الظالمة المتتالية الموريتانية من أن تفننت في أنواع الظلم بأكل خيرات الدولة تبديد ميزانيات تعين أنواع المفسدين أنواع الظلمة تشجيع أنواع الرويبضات إفساد الحقل السياسي تميع الحقل الإعلامي انحطاط الثقافة انهيار جهاز العدالة عدم تطبيق القوانين توسيخ المدينة وإفساد العمران وإفشال الاستصلاح الترابي إهلاك الاقتصاد محق التنمية انهيار المؤسسات وانهيار الرسالة التعليمية احتقار المعلم واحتقار المدرس أنواع لا يعلمها إلا الله من التفنن في الانحطاط والفساد والإفساد رأوا الفساد والفساد مهم واحد في اللغة العربية أنواع من التفنن وتراكمات والسنين وعقود من الفساد والإفساد عادوا من الإله انتخل مرحلة أخرى انقال هبط جلود الواقيج وقتلهم غيلة نذكر هنا أنتم وقعت عرهو تبارك الله كأمني به للموريتاني ياسر بن فصيح ويعرف اللغة العربية وانا قاع ماني من اللغة حتى ولا قريب من ذاك غير بعد قتل الغيلة من معاني عن حد أنه يقتل في مأمنين في مضني مأمنتي معناها حد ينغدر بيها نوع من الغدر عن حد يقيس مكان عادة ينقل الأمن هو فطنت بوليس هذي والشرطة ينقل الأمن والأمن كلمة أمن هذي وتوهد عنها الأمن والأمان من مشتقات الأمن والأمان من مرادفات التأمين والأمن حد يقتل في محل الأمن وفي معقل الأمن يعني هذه من الأمور المفارقات التي تسمى بالقتل الغيلة عن حد أنه يغدر به غيلة وهذا يعد من الشهداء لذلك ياسرون الناس يحسبوا يحسبوا أخانا هذا رحمه الله أنه من الشهداء غير هذا فهي تخلق مرات ما هي المرة ويتستر عليهم ويتم الاتفاق تحت الطاولة وبين القبائل وبين الديات وبين القرابات وبالضغوط المادية والمعنوية ترغيبا وترهيبا نبقي أغلبية صامتة تتمسك بدم الصوفية والشيباني وراجع عن السلطات عنها تماشى ذاك المسار وتخلي العدالة تمضي وتنفذ وتسير وعن العدالة تعود سريعة أيضا وعن تنزل العقوبات الأشد والأكثر رمزية في تاريخ موليتاني بالظالمين والذين ارتكبوا هذا الجرم العظيم لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دمن كما أراده الحديث الصحيح حسب علمي والله أعلم أو كما قال صلى الله عليه وسلم لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دمن أو كما قال صلى الله عليه وسلم إصابة الدماء المؤمنة لزوال الكعبة حجرا حجرا أونوا عند الله من قتل نفسهم مؤمنة بريئة أو كما قال الحديث وخارنتين وذقع معينه عرفت الحديث هذا نص القرآن وعن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وعنها مولي مصيرها العذاب في الدنيا وهو الآخر وعنها مثلا طريقة أخرى وعنها من مبيقات السبع إلى آخر ذلك يعني يا الله الدولة تتحمل مسؤوليتها والنظام يتحمل مسؤوليته التاريخية في الضرب بيد من حديث في إحقاق الحق وإنزال العبرة التاريخية اللي تم يؤرخ بها تم ينقال ذوك اللي كتلوا الصوحي واللي الشيبان ذوك اللي كتلوا ذاك وعدلهم ليه عدل لك ذوك اللي كتلوا الصوحي معناها عن يا الله ينزل بهم أكبر عقوبة صحة نعرف أننا ما نمتغش بهم نعرف عن عقوبة إعدام أنهم جمدينها بعض الأنظمة الفاسدة المتراكمة أنها جمدت هم القريب من 40 سنة والله شفاء 30 سنة لكن الحق وحق يمتبع نحن بعد الشعب الأخر العادي ما علينا من تذكروا بالحقيقة من قتل يقتل من قتل عمدا يقتل وحدود الله لا طبعا فم ياسم من التفسيرات وياسم من العلماء اللي يدرؤون الحدود بالحدود بالشبهات عفون إذرؤون الحدود بالشبهات شبهات قلب الدين والله واضح والحق واضح جلي وقتل الغيلة ينقال عنه قالوا بعض الفقهاء وأنا ماني منهم عنه أنه ولي الأمر ما يعفي فيه عن الدم يقد حد يدفع الدين ويقد يعفي صاحب الدم ولا يعفي ولي الأمر عن ولي الأمر لا ينبغي أن يعفي في مثل هذه الحالات لأنها الواية يا الله يقام فيها تقام فيها العبرة وينعت فيها الحقيقة الورانية ويظهر فيها الحق وساطعا ويضرب فيها الباطل اللي يرتد خرشفته هذا نقل نقوله نقل نقوله عن الشعوب عادة منين تسكت عن كيف قلت بداية هذا البث منين تسكت عن سريقة أموالها وتهنتيت على مؤثرواتها الطبيعية وتهنتيت على وظائفها الحكومية وتهنتيت على صفقاتها والتجاسر على قوانينها واحتقار دستورها واحتقارها في ديارها وفي معاشها اليومي وفي قوتها ينزاد عليها الأسعار وتسكت وينزاد عليها الأوساخ وتسكت وتظلم في مدارسها وفي تهذيبها وفي تعليمها وتنتهك خصوصياتها وتحتقر في صحتها ولا تستفيد من ميزانياتها أنتم يتراكم عليها معاقود عقب ودون بط جلودها بل إنها تزهق أرواحها عنها عقب بتاعات الأرواح تنكتل عقب هذا الواقع ينكتلوا مباشرة غيلة ثانيا نملي النقطة الثانية المزال الأخرى كنتنا نقول أنه خلق هذا السبوع خلقه ثلاث مسائل ثنتين وراء وراء قضية المرحوم الشهيد إن شاء الله واللي الشيباني الصوفي واللي الشيباني أنه أستاذ جامعي تم جلده والله الاعتداء عليه مباشرة في حرم حرم جامعي في نواذبه اللي هي الأكاديمية ونحن طبعا نعرف عن حد مدوين والله متابع الأخبار كيف سنة كاملة والله أخير صلينا ما عنده الأخبار كاملة حين نعنضامنا مع حد ويعقب يعود وعلم هو ملي غير هنا نتكلم الله عن المبدأ عن أي اعتداء بدني غير مقبول على أبسط المواطنين واسغالهم سنن من باب أولاء أستاذ جامعي قاعدوا في مكتب في نقر حرم جامعي يعودوا جوه رجالة وضع راجل واحد يعتداءوا عليه ما نعرف أنا بعد منهم ولا نسامي ساميهم ولا نسودين لهم لا نعرف ساميهم يغير أن نعرف عن هذا جرم ولا يضل دلم وليسكت عنه عن الاعتداء لو أستاذ جامعي أعزل ما هو رابة سلاح ولا وقري يجيب منها وفي المكان اللي درس فيه وفي المكاتب اللي موجودين في حرم جامعي وغرفة أكاديمية هذا لا ينبغي السكوت وعليه ويا الله تعدل فيه الرمزي واللي تنفع عنه ويا الله يوضح كيف ذاك أي اعتداء خرق على المعلم ودايما يخرق المعلمين ودايما يخرق لساتين ما به اللي أستاذ جامعي اللي به اللي مدرس الاعتداء على بلانتون هو واحد من المؤسسات ما يتواس والاعتداء ليشير ما يتواس الاعتداء على الأمر ما يتواس الاعتداء على الراجل العنف البدني ما هو مقبول في دولة مؤسسات معاصرة ودولة قانون ولا هو الدم اللي ساته تعرف أخباره وأرجو أن تنزل العقوبة الإدارية والأخلاقية والقانونية والجهنائية بالمرتكبين بهذه الرواية وعنه يحقق به وطالب الأستاذ الجامع عنه لا يتنازل عن حقه فيها لا خوفا ولا طمعا ولا تهديدا ولا ترهيبا المسألة الثانية إني شفت فيديوهات هون متداولين عند بعض الشباب على الانترنت ومتداولين على فاتصة شم اللي غراس بفنوها كشوط ربما وفعض المدون الكبيرة إلا راكبين وتاتبتوه يلعبوا كاردين طريق منين يشوفوا رقاجة على باب وماشي معا على قارعة الطريق كيف تكثريتها لمودي تاني يقضوا الشهر ويطرشوه يسكفوه بيدين هوتوف إلى الطمو هوتوف مجانا بدون سابقتين شفت صورة واحد مؤلمة جاية عنده شاري شي من الطعام عندي عنه والله شاري شي ولا يتخلف داره ربما أبو أسرة داخل بتاتبتوه تسغيره لقرأسل فيها حسهم يصوروا ويضحكوا وواحد منهم بتلثم ويتواطف زروني ينقرب منه حازق لي يفتح داره ذنكس لي يفتح داره وقام يطرشو ويضحكوا عندي عني فتشفت صورة قريب من ذلي الوستنوان الهنتين نبقي أول مدعي المواطنين عنهم يدافعون عن روسهم عن المدافع عن روس وإذا مات مات شهيدا يغير مملي الدولة يغير مملي الدولة يغير مملي الدولة يغير مملي الدولة ويقعدوهم سلطاتهم وعنهم منين يظهروا بواحد من النوع من الناس أنهم يتمكنوا منه ويمكنوا من الشرطة ولا يفتصروا معها محد ما هاتوا حاكم وعاقل ونزلوا بالحبس حد يبطر واقيج مجانا في المبدية يمكن منه يسلم للسلطات بسرعة وقت ممكن ويوثق مملي هذه الأغريسيون هذا التعنيف هذا هو يا الله يهم الله يسلم ويفتضح قدام الناس وينكشح عن وجهه رقاج بالغ صايم ما طلوس في المبدية وهون حمل مسؤولية الوالدين وكل عاطينهم الوثاة به اللي حد يرقبه ويتم ماشي مع حاش تقدره يبط الأدمية مجانا طرر شرع يشتوا واحدين ينتروح والد الأدمية وعلا هو بالمناسبة واحد فكوا في كابيتال قد انترحوا لي يلين خنق وسمعت عنه يتوفر عليك بسيذيك الخنق جرت الوثاة واحد أقرياس كانوا نراكمين وثاة والدار خالوا على حد من ثلاثة من ثلاثة من ثلاثة من ثلاثة من ثلاثة وسمعت عن ذلك من هذين اللي طاح كروا قدرونه على الدص والحبل اللي نخنق بي وسمعت عنه توفيقة ما نمغرش عليها قد يدلو شي عاد وشي التالية بعد نراعوه هنا نطرشوا وهم الأخرين راكمين في الوثاة هذا النوع ما قد تشفته في تصوير الأقرياس السمانة اللي في الخليج وفي دول أخرى فيها ياسمن البطر وياسر من الفساد ما قد تشفته فيه مثلا عادلة بعبارة أخرى بعد ذكر قضية وذكر قضية عنرواقيشي بتطو جلودهم على قارعة الطريق وفقت أمن وأمان أول الليل مثلا والله ادي أحميس هذا النوع هاي ظاهرة لابدون تندراسين يعرف سبه شنو ومص إخوتي المواطنين عنروا ويتعرض له كل حد عنهم كلهم يدافع عن رأسهم الدفاع عن نفس اللي يعاطي القانون وعاطي شراء من يلحقهم حد ذاك النوع يتعدل لهم ذاك النوع يدافع عن رأسهم بقوة بذاك اللي يعاطي القانون ويتمكنوا ملي ملقاج اللي يمعدل هذا ويفضحوه وينعتوه للناس كاملة ويصوروه ويوثقوا رواية ويمكنوا منه السلطات الأقرب مفوضية للشرطة وتعود فيها الحزازة بهذه اللي باطم مضيج السلطة قام ما نعرف كان نحن كل حال وبدأنا منتبو ويقول لها كل اللي يدقاي القانون وتوف أنا عن ذاك الحالات ذاهية طبعا شو ملاس يراء عن ذاك ما هو مهم ولو موضوع تشتد أخبار ويغير هو مهم به اللي أننديكاتير معناها مؤشر ويبتطوا جلودهم عادوا وينكتلوا غيرتا في مناطق الأمن في مراكز الأمن إذا مات لبراشي نبقي موضح وتو عن هذا أن تراكم جاي ورادة من مواصلة الاحتقار عن منين يتم الأغلبية الصامتة اللي هي ساكتة لا هي تعقب يعودوا يبتطوا جلودها في المبدية ولا عاد خالق كانت الناس تغييبين يقال لك يعقبوا 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 والواجه الكبار والكهولة ما تلافهم ما يحترام بالواجه الكبار والأكابر ما تلافهم وانا عقلت وكنت مواسي عن جيلنا هذا الثمانينات وانخلاقه من نهاية السبعينات والثمانينات أنه ما خارج جيل أكثر من منحطاط في الأخلاق نعرف من يتموا التركة وحدين منهم يكموا إليني وخير راجل كبير لا يعرفونهم يسوك حال ويسوك بياض وشفتهم في الجامعة في الحرم الجامعي ينفخوا للساتذة الجامعيين وشفتهم بعض إعدادية وفي الثانوية إناثة وذكرة هذا كامل من ناس يرانون مسائل أنها قوة شهور ولا ير مهم وليغ هذه مؤشرة التطور والحاذق وتكفيه الإشارة فهذه الأمور يرضي نطرح له البال أمور خطيرة إلى أقصى الحدود قراءة مؤشرات تطور المجتمعات وأنا ما يتخصصه ولا أمعرف فلا أم الطفل إليها يرضي المختصين فيها يتموا بها وأكبر المعني بها هو القائمين للشين العام المجتمعات والتطور به للتطور له ما بعده وقد ينذر بأن يكون هو الهدوء الذي يسبق العاصفة العاصفة اللي ما رح أنت لا يتخلق بالنسبة اليان من يعود أسبوع واحد ينقتل واحد غيلة وراجل من المسلمين ماشي يشريع شي عياله ويبتط في الشارع اللي قيل المنهار وحدين واحدين يضحكوا وتنمشوا وبطوا مجانا ما عنده شي ما عنده شي معدل ولو معدل شي خاسر ويبتطوا استى جامعي مؤسسة جامعية بالصوت والصورة هذا من يخلق في أسبوع واحد عندي عنه ما هو صدفة وبنين يخلق هذا مؤشر ويا الله ينقرأ ويا الله العقلة يقرأ ولا عنده علاقة مع معارض ولا موالات ولا نقد من أجل نقد لأن يخلق في أيام قليلة في بلد يا الله ما دا تعرف المشكلة شن هي الناس موالها أخلاقها منين من درايا كان هذا سبب المستوى المعيشي غلاء لأسعار يكان سبب ضعف التعليم يكان سبب انهيار الموثل العلياء يكان سبب انهيار المجتمع تفكك النسيج المجتمع لا سمح الله يكان سبب الشيوع الفجور والشيوع الفاحشة والشيوع الظلم والظلمات والاستهتار بحقوق الناس ما المشكلة على الأقل أنا جفة ترى مثلا صوني لا صوني كيف تقولوا مثلا صفارة انذار أنا أعتقد عن هذه الظواهر بهية عن هذه الظواهر انذار خاصة من تخريف في أيام قليلة متافقة بلد نعرف عنها ما يمنظمة تتعود ولا تتعود مثلا هي من الصدف متباعد وستاذ جامعة بتطو بتطو والله عنف في أكاديمية في حرام جامعين في نواذبو وواحد هنا وواحد من أحيان وواحد شطو بتطو في الشارع وواحد قتل غيلة بهذا يقد يعود وهذا يعود مترابط طبعا نبعد ما مستحيث شي من النوع كون يعود كون هذا يعود يخلق بذي الصورة اللي هي هذا الدليل واضح انه يالطمين قراء ولو قلين يالطمين يقراء هم المسؤولين عن الشأن العام صناع القرار الذين هم مسؤولون أمام الوطني وأمام الشعب وأمام الله تبارك وتعالى وفي الدنيا وفي الآخرة امام يالطمين ما عرفوش الرسم هاي الأمر الثلاثة وهنا نذكر عن الثورة بعض الناس يقول لكم مولي تاني الثورة لتخلق الثورة الشعوب نوعين أساسيين كبار والله التنوع غلينا نتكرم هم اللاثنين الثورات الغير منظمة الماحقة ذيك نعوذ بالله تخلق قاعد لا تخلق وحدها حد باطق رأى شوية من تاريخها هي اللات تمنين كيف بناد من اللي في تونس اللي تمن يبيع خضروات على شاريت يبوسها إذن جاتوا شرطية وتحتقروا منين قال لها أنه ما يقدي كحس هذا طرشتو منين طرشتو كردوها الواقف طرشتو ذيك الشرطية ذيك قبل ذقب النار وعادت بداية الثورة النوع من الحالات معوذ بالله ولا نرجوه لبلدنا ولا نرجوه لبلد قاعس وهي شنية ما هم محسوب لأنه عبارة عن شو قلولها القطرة التي تفيض الكأس القطرة التي أفاضت الكأس التي تقلب ظهر الميجن يقولها العربية والفرنسية يقولها لقد كفة دي بردير فاز أنا عود كان فهم شو من الأمور شو من الأمور كي يتموش تراث الكرفتكم اللي ما حاصرها ما حد يدقى فيها يعود يعودنا عليمت وجه وافي لا يقدر الله يحفظنا ويحفظ بلادنا من ذلك نوع هذا النوع من الثورات الثورات العشوائية هذه تراكمات من الحنق بالعربية الحنق والله الاحتقان الجماعي اللي تم ينزاد ينزاد وتعود السلطات تقراها قراها ما يصالحة يعودوا بائرات اللي ينقلوها ينقلوها قراها ما يصالحة والله مشتزئ والله منقوصة والله مكذوبة فيه شي مكذوب هذه الأمور تم تشتد وتستفحل تحت الرماد تم الهيش تحت الرماد يعني يقول وهد يعني يقول مت لمدروك ولا معدلتم أعرض ولا معدلتم ولا ولا معدلتم حد بياض فتأتي على الأخضر وال lebih an نعوذ بالله ونعوذ بالله ونعنه يخلق البلدنا والله يخلق حد من بلاد المسلمين يخلق الشمس الشمس الظواهر الاجتماعية ويخرجهما في الصدور من الحقد اللي يعود حقد مبني على شيء يعود حقد لا معنى له عبارة عن سوء تفاهم بين مجموعة من المجتمعات ومجموعة من الطبقات والمسؤولية الأولى تقع على صناع القرار وعلى العقلاء اللي يتداركون هذا النوع من الأمر ويقراهوا قراية ما هي عاطفية ولا يقراه من زاوية المحافظة على سلطتهم هم يقراه من زاوية الحفاظ على النسيش الاجتماعي الحفاظ على وحدة الشعب وعلى بقاء الدولة علاقة اللي ينقال له العاطفة بهل الدولة كيانه لا عاطفة له أصلا ما هو قاع كيان حي وبالتالي الواقعيش اللي يحركوا الدولة وفي قمرة القيادة يجتجب أن يكون سلوكهم وتصرفاتهم وقرارتهم اليوم يلي يقبضوها بالليل وفي النهار تعود مبنية على مقاربات بعيد هي من قبيض الأخلاق وبعيد من التلواد العاطفة وبعيد من الميول ومن المشاعر إنما هي فقط أمور مبنية على مقاربات وعلى معلومات دقيقة المعلومة الدقيقة الغالية الواعرة لما تنجبع وتقاطع المعلومات والبحث عن البحث عن الدقة الكاملة في المعلومات وبالتالي هنا أدعو وأذكر الحاكمين والسلطات الحاكمة والمسؤولين كاملين كلهم من مكانهم من الحكام والولات وعناصر الأمن وعناصر الشرطة والأمن السري والأمن الحقيقي والحكومة ومساعدينها والرئيس وأعوانه والمكلفين بمهام والمخابرات العامة ومخابرات الدولة والمهتمين كاملين بالشأن العام وبالإصلاح إن شاء الله يعودون منهم وواجهين عن الناس كاملين وتعود لها كلها بقرأتوا في ذاك معارضتهم ومولاتهم وسياسيين وصناع قرار والسلطة الرابعة والصحافة كاملين نعرفوا عنه متبرك للكارت كامل يغير لا تفاؤلين نعود مرة 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 وكل مرة متشائم عن هذا الخلق كامل أن يركز على قريات المؤشرات ويقراها بعين الحكمة لا بعين يقراها بعين الحكمة وعين العبرة لا بعين العاطفة وعين حب الذات والتقوقع على النفس ولا بعين شي نقال له الميول والمليان والركون إلى ما نحب لكن لي نقال لك في النهار الصباح تبارك الله سيد الرئيس م شاء الله أهلهم ومستتب تحت السيطرة وم شاء الله والشعب م شاء الله خاض ولا معارضين شوي دور لكن لا فلان لك دور تعين وتوم سيكين ولا فلان لك قبيلت ما يجاب ريشي والله فلان كذا لا تركنوا إلى الباطل فتمسكم النار اسمع كلامك بكيناك لا اسمع كلام مضحقينك أقراو المؤشرات المتتابعة المؤشرات مؤشرات طلوع الأسعار ضعف الرواتب والأجور فقدان فقدان الأمل هذه الشباب اللي دفاعي رصهم اللي حيط شوناهم بالصوتي والصورة عادوا يصور روسهم تلفونات إياك ما تنكرون عادوا يصور روسهم يصوروا عهون يصور روسهم تلفونات وهم وقت طلوعهم للحيط ياما سوفت فيديو وقت طلوعهم للحيط واطلعت عنها لمعلومات دقيقة وصلتني شخصية ملموسة عم فيه وحدين كانوا عندهم راتب شهري ووحدين عندهم رأس مال وملاك الديار وعندهم إمكانيات معانهم فوق الطبقة المتوسطة الموريتانية هربوا باعوا منتلكاتهم وهربوا ورصفوا الحيط من الموريتانيين من الشباب ناهي كان عن المؤسسات فيه حكومي فيه شي أمني اللي مشاوا من الواحدين ومؤسسات يعني خصوصية كثير من الناس مشات وهذه المؤسسات من دور الدولة تقراها قرايا ماذي كلي مقرية نبقي نبقي الدولة والقايمين الشيان العام ما يوسمى بالدولة الدولة تنقل للكامل تنقل الشعب وتنقل للكامل المهتمين كامل بشيان العام وصلنا على القرار من دورهم يعرفوا عن الرواية انها خطيرة جدا وعنها مات حني ما يجيها الاستيكان ولا يجيها حني الصبح ولا حني انهار لأخر وحني الربع الجاي والنصف السنة الجاي هذه الأمور شاطرة 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 كالناري بالهشين يا الله تنقل للكامل وهي مؤشرات معناها الأحداث التخلق يا الله مؤشرات نعرف عن الدولة عندها إمكانيات كبيرة وعنها فهم مراسلات سرية بين أركان النظام وفهم مخابرات وفهم دي دوبلون وفهم تقاطع المعلومات ومزقورة فيه المال ومزقورة يقال فيه ياسم اللويشاية وياسم المعلومات المغلوطة وشين قالهم لكور عنها مفاصل الدولة وعناصر الدولة شين قالها اذرع الدولة اذرع الدولة لذرعها الأمنية وذرعها السياسية وذرعها العسكرية وذرعها المخابراتية تتناقض فيما بينها وحاكمين هلواقش متكارهين بيناتهم وكلهم ياسم يود المصلحة وهو الشخصية وهي الأغلبية ومتلوبين كاملين كلهم مفلوبي وبالتالي هذا هذا لا يخدم الحق وهذا هو اللي سبب عن الحق أنه يضيع والضائع الأخير والفاسد الأخير والبردان والمفلس الأخير هو الشعب الموليتاني في ذا كامل هو الضحية الحقيقية معناها عن الناس يا الله تقرأ هذا المعايير الحقانية ومعايير الصدق وتعرفها عن الشعب الموليتاني حالا أن يعيش أزمة حقيقية لم يعيشها أبدا في زمنه وهذا ما هو كلام معارض بمفقاعي دور يعدل لشي صالح والله موالي دور يقرب والله منافقي دور يجبرش من كلا ولا يزكي نفسي غير هذا معروف الناس تقولوا سرًا وعلانية ونجبروها يومياً تقولوا موالاتاً ومعارضة وأنا أجبرت وحدين أعضاء ومسؤولين ما نوقع نطي مارتهم مسؤولين نجبرهم عيد صلفة في الشارع اليوم هذا جابرهم وحدين سركيلاسيون جابروا وحدين مسؤولين قبيل في الدولة يعدوا الرياضة ما نعرفه ما قطريتهم وذي اللي يقولوا ما هو ذي اللي يقولوا لكم في التلفز ويقولوا عن ذلكلام اللي يقولون ياسم أنه حقوا أنه أطمن ذا أنهم من طلعين لشي أطمن هذا معناكم معرفوا شر روسكم يام ساري مولانا والصنط والرقاج لا يخافوا منكم ولا يطمعوا فيكم إن شاء الله إن شاء الله نعود من ذوك وذي الناس كامرين تقول ذلكلام أصلاً مني وحدي خالق ياسم الناس بذلكلام لا خوفاً ولا طمعاً ولا حنقاً ما فهم في حقد ولا فهم كذا بين قال لك فلان حقود وفلان عنده كذا وفلان دورة كذا أعرفوا عن خالق شمه الناس يقولوا لكم في شي صالح يقولوا لك في شي حق الصنط للدولة ودو المصلحة العامة أعرفوا عن المصلحة العامة ما مكله من المصلحة الخاصة في الأخير المصلحة العامة خير من المصلحة الخاصة هذا يا الله العقل يعرفه والصنط يق months كل شي extermin traveled ما يبقي شيئاً يميز الله الخبيثة من الطيب نعروه ذلي حق والله كله معناها عنه انه 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 السلطان طويلة يالله يعوده صنطر كلشي ما يحركشين هولي تاني ما وصنت له وذلي نشوه نحن يوميا مخيف ولعاده هم يجهون معلومات اخرى عنه انه مطمئين وعنه مطمئين يعني لسعار انها انزادت وعن طلاب تصدق انه انزادوا وعنه انزادوا يوميا وعن طلاب صدق التمئين يقوله حال خير يمضي خمس دقائق هوه يفرق دقديقك ويفرق اللي يتقسم كامل ويقوله عودتك والبنتك ولا تلفيه شي ويجيك طلاب صدق واخره يقولك انا اندرصت قد قولي اخوة ما تلح ليه شي تمهك يخرصك وما كان خالف هذا يالتو من درس هذا يالتو من درس ويالتو من فهم لي ماذا معنا الناس نضيعها الجوع نضيعها الفاقة نضيعها الفصل نضيعها الخوف من المستقبل نضيعها الدفرة نضيعها ضعف القوة الشرائية وانهيارها وطلوع الاسعار وعدم تراجع اي سعر من الاسعار وغياب غياب الاكتفاء الذاتي اللي قاعد ما قاعد تخلق اللي ينقاري غالما منول عليه وامور كثيرة مثلا ما توفى ماني قاعد نطور حتى عن ذا ولا نبقى نطور الليلة حتى نبقى نذكر نبقى نذكرهون القضية الغلبية الصامتة نبقى نقول عن تزييع اللوايح الانتخابية هذه الانتخابات ضعيفة المتبركة قالوا عنها لا يتخلق وراء رمضان يوم 13 مايو ولا يتخلق اختراع ولا يتخلق حاملة انتخابية سابق ذلك أسبوعين التسجيل الانتخابي دارك ماشي وعطالي الوشهر ماشي من يوم 27 يناير ويأطي يوم فارك بعد أسبوع معناه يوم فى يوم الجمعة والله يوم السبت الجاي ذوك اللي يقول لهذا أخوة ما كنا خلعنا عالمين بها لا كنا نبقى نصوت لكم غيرا اللي خلعنا ما سجلنا فاتعينا هو الوشهر ماشي دارك ثلت سابيع وذلك أسبوع واحد وفت ما يراجع لك الكلام اللي كنتم قولين عن عدم التسجيل لواحة انتخابية عنه ما هو مشروع سياسي يسوت عنا نحن نعرف عنه الديمقراطية ما هي صالحة ونعرف عن الجمهورية ما هات صالحة ونعرف عن المعارضة ما عندها الشيس وشوهم اللي قتعدلوا عنها ضعيفة ما عندها ما هو العاد مواقف وعن المنافسة ما هي متكافية أمان الله ما قتعد المنافسة بين التجزار اللي قبضوا كوميسيوهات اللي ما يخلصهم واحد مدة حياته كاملة متكافئين هو واحد المترشح من المعارضة يتلكط ما عنده خمس قيات التكافؤ ما خالق منه شي في شي يصبحوا شنوه ما هو المتاح الفوضاء ما متاح هنسيت كبير ما قلت عن الثورة نوعين قتنوا واحد من الثورات الماحقة الفوضوية نرجع لها نسيتها ثم الثورة الثانية المنظمة الثورة الإصلاحية المصلحة لآمنة المؤمنة القانونية المشروعة اللي هي الثورة الفكرية وذيك تخلق الله بالنخاب نذكر هنا عن الثورة الفرنسية يسمع الثورة الفرنسية في مضات سنوات والله عقودية تحضر من يرجع حدل تاريخها وتكلموا فيها لما دخلوها الفقهاء ودخلوها العلماء والمثقفين الذين لا يخافون على بطونهم وعلى جوابهم ومنين دخلوها منين أطروها حتى أنها دخلوها الأغنية الثورة الفرنسية لم تكن تنجحت وما دخلت في الطبقة المتوسطة والأغنية خالق واحدين يشاكي عن الثورة يعدوها الكادحين لابدى أحد يقعود فقير يقعود ثائر وهذا خطأ الثورة دائما الهشيم يوخهم تحت الرماد من الناس اللي متليعة الناس اللي جابر الجوع وجابر العطش وجابر الشمس وجابر تكاركير ودافر وخالية لا تنسوا عن الثورات الناجحة فيها الناس كاملة وعنها عياء ويقودوها قاعد تكنقراط ويقودوها مصلحين ويقودوها مصلحين ويأطروها ويمشوا قدامها ما هتخلقتهم موريتاني وشرطها ما هتحصلوا بعيد من ذاك الثورة الثانية النوع الثاني الثورة العمياء الماحقة ما فيها خير حسب الظاهر الثورة تبدأ بإبداء الرأي الظاهر اللي عندنا نقال الأغلبية الصامتة الموريتاني اللي حكما بالنسبة التفسيرها بالانتخابات أنها أكثر من مليون شخص بالغ موريتاني لا تصويت أبدا ذكركم عن الرؤساء اللي ينشحرارك الانتخابات الرئاسية من هم الرئيس الحالي والرئيس السابق ورؤساء آخرين السابق والآك ما فيهم مواع قطر حق على خمسمائة تلف صفت وضع ستمائة تلف صفت ينجح في بريمياتور ما زرقت الو خمسمائة تلف صفت خارقة مليون منها الموريتاني من ينزرق اللي ستمائة تلف منها تنقالي بالموازين في دور برلمان يتقالي ماتر بحالته وهذا كله تمهيد الانتخابات الرئاسية الجاية هي مولي سياسة محطات السياسة ما هي سياسة شخص واحد سياسة الدولة والديمقراطية والجمهورية تاريخيا محطات تنضج وتنضج النجاح الأغلبية الصامتة في تغيير شكل وجه البرلمان الموريتاني والمجالس الجهوية والمجالس البلدية بما أتيت من قوة انتم مولي المسؤولين عنها لا لمجهوداتكم ما لك مسؤول عن المواطن الموريتاني البسيط انك تسجل وتدريب صوتك بشكل طبيعي وبشكل مقنع بشكل مقتنع ما تعود يقولك حد زالق الحد به اللي لا قريبك ولا زالق له به اللي جارك فقط لو انت زالق له انطلاقا مسؤوليته وتعود مزكيها عارف انها تسكية أي تصويت تسكية فهي كان احنا مشروع الامام الموريتانيا أسسنا من ثلاث شهر اتلاف دولة العدل مع أخوتنا وحركة كفانا أخوتنا في خيار الحق اللي يقودهم النايم المتميز محمد بولي الشيح حمد فاضل وإجماعة كفانا بقيات الأخ المناضي يعقوب المرابط والأخوة اللي بقيات الأخ المناضي الحسن حزب خيار الحق أربعة حزاب غير مرخصة فيها حزب موريتانيا الامام وحزب مرخصين قالوا الاتحاج من التغيير للبناء من نجل تخطيط للبناء عهون قررنا نعادل الاتلاف دولة العدل اللي نرشحو لكم في جميع اللوايح البطنية إن شاء الله واللوايح الجوية كيف تلايح تنواك الشوط الشمالية اللي فيها تيارت وفيها دار النعيم وفيها تجمني اللي ننويانا إن شاء الله قيادتها شخصيا مع جماعة من الامام موريتانيا هناك وهون نشكر الإخوة والأخوات والناس اللي أرسلت لنا الرسائل كثيرة مئات الرسائل على رئي صوق تتونها داعمتنا وأنها من الأغلبية الصامية تلقع وزين الرواية يا غير المماليين على أخونا أفراد مننا علنوا ترشحهم كيف تلايخ النائب المتميز اللي نعتبره أنه من أحسن نواب في هذه الفترة رغم ضعف البرلمان وهجاش البرلمان والصيفة عامة من أحسن البرلمانيين أعداء إذا لم يكون هو أحسن وهم إن شاء الله هو النائب المتميز حمد بويل الشيخ حمد فاضل اللي تعلن ترشحه لماك شوطة غربية اللي هي الكسر وتفرق زينة والسبخة ونريد التسجيلة فيها أيضا بكذا والجنوبية أيضا سنعينوها قريبا ولوايا إحنا الوطنية لا يحتى الشباب ولا يحتى الناحة الوطنية للنساء وغيرها فندرنا علنوها إن شاء الله يقول من ذكركم معنا ذهم أنه كامل يسوقع ما صوتنا إحنا حد والله صوت المدى أخرى شبه منا والله كيف تنا المهم التعبير عن الصوت التسجيل اللوايا إحنا الانتخابية وتسجيل الأهالي والأقارب وكل من تؤثر من الجيران ومن الطلاب ومن الزملاء والعمل ومن أهل المبدية ومن جميع المواطنين وإقناعهم وتوعيتهم هذا واحده عمل نعرف عنه يقول ما يجيب متيجة كبيرة وغيرك هذا المدر القريب يا غير الدولة بناء والديمقراطية بناء والجمهورية بناء وتأسيس معناها عن عنه تأسيس الديمقراطية أنتما حالا حد صوت حالا في الانتخابات سجلوا صوت ما هنو شارك فقط هم يقول لك المشاركة الانتخابية يعني هي مشاركة الانتخابية ليست انتخابية فقط هي مشاركة ديمقراطية ما هي مشاركة انتخابية ما معناها مشاركة في تأسيس وفي تحسين وإن كان بسيط الديمقراطية الضعيفة الهشة الحالية معناها عنكم يا الموليتانيين صوتوا بكثافة خاصة لأغلبية صامتة اللي أصواتها مالكتهم ما تنجابك القطعام ما تنجابك قطعام اللغنم قطعام اللبل والله قلهم اللغنم تنصاك إليه تسجل وترجع يوم زرق تنصاك إليه المولي تصوت هذه الناس خارقة يا أنا ضالي عن الأكثرية مالكتنصاك أكثرية الموليتانيين مالكتنصاك مالكة صوتها أهل البواتيب والتجار والناس المتوسطة والناس تشتغل ما عليها الضغط ولا عليها خوف ولا طمع ولا مهددها حد والناس اللي ما تسمع بعض مالكة هي